نقول ما توحيد الحاكمية نسمع عنه وهناك اشكالات حول التفسير اللي يذكرون توحيد الحاكمية هو كلمة توحيد الحاكمية توحيد صحيح ولا بد من توحيد الحاكمية ومن لم يوحد الحاكمية فهو ظالم مضل وبعض العلماء يرى انه كافر ومطلقا وبعضهم عنده تفصيل في هذا لكن عموما هو في ظلال مبين لا اتكلم عن حكمه على التفصيل لكن انكر شيوخنا ان يكون قسيما لانواع التوحيد الثلاثة لانه في الحقيقة داخل جزء من في توحيد الالوهية وجزء من في توحيد الربوبية فهموا توحيد مستقل وإلا لو اردنا ان نجعل توحيد الحاكمية توحيد مستقل نجعل توحيد الرزق توحيد مستقل وتوحيد الخلق توحيد مستقل وتوحيد الاحياء توحيد مستقل وتوحيد الإماتة طلعت أنواع التوحيد فوق المئة فهذا ما هو صحيح هذا ضعيف لكن ليس كلمة توحيد الحاكمية ذات الكلمة باطلة لا بد من توحيد الرزق لا بد من هذا لا بد أن نفهم التفصيل أنا أعرف أن بعض المشايخ ينكرونه من غير تفصيل لكن لا بد من التفصيل بهذه الطريقة وأنا قد كتبت يا كتابة لا أدري أينها قديم كتبتها كما قال ولا أدري الحقيقة لا أدري عنها الآن لكن لعلي أنشرها في يوم من الدهر إن شاء الله تعالى فهذا هو التفصيل فتوحيد الحاكمية توحيد صحيح ما معنى توحيد الحاكمية يعني أنه لا يجوز أن نحكم شرائع غير شريعة القرآن والسنة غير شريعة الله جل وعلا هذا معنى صحيح باتفاق العلماء باتفاق المسلمين فأن تجعل حاكما غير الله وتعتقد أنه يجوز هذا كفر بإجماع العلماء إذا اعتقدت الجواز هذا كفر بإجماع أم إذا ما اعتقدت الجواز فالمعاصرون مختلفون وأنا ما أحب أن أتكلم عن هذه القضية في هذا الدرس ولا في غيره